استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه في قصر لسخير صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حيث تم استعراض المواضيع المتصلة بشأن المحلي ذات الاهتمام على كافة المستويات مؤكدا جلالته أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لرفعة المملكة وتقدمها والحفاظ على المجهزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتطور وقد وجه جلالته حفظه الله بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واضعين في الاعتبار تقدم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة على أن يتم ذلك التوافق من خلال بحث الميزانية العامة لهذا العام كما وجه جلالته إلى الاستمرار بالنهج الخاص بتنوع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الحالية واستحداث قطاعات اقتصادية جديدة وعلى ديوان الرقابة المالية والإدارية يتابع هذه التوجهات التي تقع في اختصاص عمله دون تأخر من خلال ممارسة صلاحياته التي حددها نظامه مشيدا صاحب الجلال رعاه الله بجهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القائد الأعلى ناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعي سموهم المستمر للارتقاء بعمل الحكومة وتبني المبادرات والبرامج التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية لخدمة البحرين وشعبها معربا جلالته عن تقديره واعتزازه بعطايا بناء البحرين وإخلاصهم في مختلف مواقع العمل والإنتاج وسعيهم الدائم لدعم مسيرة النهضة التنموية في كافة المجالات من أجل حاضر ومستقبل مملكة البحرين والأجيال القادمة موجها العاهل المفدأ حفظه لايلا مزيدا من الاهتمام بقضايا المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية وتوفير أفضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني هذا وقد تشرف سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتقديم دعوة لتشريف جلالة الملك المفدأ حفل زواج نجله سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة ترجمة نانسي قنقر